الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات فأرحب بكم في هذه الحلقة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أيها الأحبة إن يوم عيد الأضحى هو أفضل أيام العام وهو أفضل أيام الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر وهذا اليوم العظيم له أسماء كثيرة فهو يوم النحر وهو يوم عيد الأضحى وهو يوم العيد الأكبر وهو يوم الحج الأكبر ومن فضائله أنه أفضل العيدين الإسلاميين وأكبرهما وفيه من شعائر الإسلام الظاهرة ما ليس في يوم عيد الفطر من ذبح الأضاحي لله سبحانه وتعالى ومن حج بيت الله الحرام لمن كان في مكة وغير ذلك وللأسف فإننا نجد بعض الناس هدانا الله وإياهم ممن يقول نحن لا نحس بفرحة عيد الأضحى كما نحس بفرحة عيد الفطر بل بعضهم يزعم جهلا أن عيد الأضحى هو عيد الحجاج وهذا أمر خاطئ فإن الله سبحانه وتعالى شرع عيد الأضحى في السنة الثانية من الهجرة ولم يشرع الحج إلا في السنة التاسعة فكان المسلمون يفرحون بهذا العيد منذ قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة فهو عيد عظيم وهو أفضل العيدين وهو أكبرهما وسبب قول ماذا لأنهم لا يجتهدون في العبادة في أيام عشر ذي الحجة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أعظم وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ففي عيد الفطر تجدهم يجتهدون في الصيام والقيام ولله الحمد فيحسون بفرحة عيد الفطر وأما في عيد الأضحى فإنهم يغفلون عن هذه الأيام العظيمة أيام ذي الحجة فلا يستشعر أحدهم هذه الفرحة ولو اجتهد فيها لذاق الحلاوة أضعافا مضاعفة مما في عيد الفطر وكلهما عيد إسلامي يفرح فيه بفضل الله سبحانه وتعالى كذلك في هذا العيد وفي أيام عشر ذي الحجة تجتمع أمهات العبادة مما لا تجتمع في غيرها من تحقيق الشهادتين والصلاة والصدقة والصيام والحج وفي هذا العيد اجتماع عيد الزمان وعيد المكان فإن عيد الفطر فيه اجتماع المسلمين في عيد زماني وهو يوم عيد الفطر وأما في الحج فإن المسلمين يجتمعون في الزمان في سائر الأمصار ويجتمع فيه المسلمون في المكان في بيت الله الحرام في مكة شرفها الله سبحانه وتعالى كذلك ولو فرضنا أن هذا العيد ليس فيه إلا مجرد التاريخ أو الذكرى ألا يستحق ذلك الفرح لننظر إلى أعياد غير المسلمين ولننظر إلى الأعياد البدعية والباطلة ليس فيها إلا مجرد الذكرى تاريخ يتكرر سواء على مستوى الشخص أو على مستوى المجتمع فإنهم يفرحون بذلك ويسرون به وليس فيه شيء إلا مجرد الذكرى فألا يستحق هذا العيد وهو أفضل أيام السنة أن يفرح به وأن يعظم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات إن أعيادنا نحن أهل الإسلام أعياد حقيقية ما معنى أعياد حقيقية؟ يعني يوم العيد نفرح بما في هذا العيد من شعائر وعبادات وبما فيه من أعمال وأما أعياد الأمم الأخرى فإنها في أغلبها ذكريات يوم انتصار يوم ولادة أو أشياء مادية بحتة كتغير الفصل أو غير ذلك فأعيادنا نحن تتعلق بأجل غاية وأشرف غاية بل الغاية التي لا غاية سواها وهي عبادة الله سبحانه وتعالى فلننظر إلى عيد الفطر فإنه يأتي بعد أداء الركن الرابع من أركان الإسلام وهو صوم رمضان وعيد الأضحى يتعلق بالحج إلى بيت الله الحرام وفيه ذبح الأضاحي بالإضافة إلى أن كل عيد من هذه الأعياد فيها من العبادات من الذكر والتهليل والتكبير والتحميد وصلة الرحم فيها عبادات لله سبحانه وتعالى وعيد الفطر فيه زكاة الفطر وعيد الأضحى فيه ذبح الأضاحي إذن أعيادنا ترتبط بعبادة الله سبحانه وتعالى ترتبط بأداء الغاية التي خلقنا من أجلها وهي عبادة الله سبحانه وتعالى إذن فهي أعياد حقيقية يقول الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أيها الأحبة إن الفرح مقسوم على الناس طائفة استعملوه في الشرك والباطل كل حزب بما لديهم فريحون وطائفة استعملوه في الدنيا وفريحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متع وطائفة استعملوه في ما يحب الله ويرضاه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فالفرح بنعمة الله بالعيد من شعائر الدين هو الفرح المحمود الذي يحبه الله سبحانه وتعالى كذلك فإن أعياد غير المسلمين والأعياد البدعية والباطلة تجد فيها الفوضى والفساد لأن العواطف لا تنضبط وأما أعيادنا فإنها منضبطة بالشرع لأنها فيها خضوع وخشوع لله سبحانه وتعالى لأنها عبادة لله سبحانه وتعالى فالحمد لله على نعمه وعلى ما هدانا جل وعلا أيها الأحبة إن بناء البيت العتيق والكعبة المشرفة كانت إعلانا للتوحيد الخالص وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا فما رفع البيت العتيق إلا لتوحيد الله سبحانه وتعالى وكأن الله يقول إذا كان المشركون يحجون إلى معبوداتهم ويتقربون لهم بالنذور والقرابين فتعالوا إلى ضيافتي تعالوا إلي والعباد يجيبونه بألطف جواب فيقولون لبيك اللهم لبيك أيها الأحبة إن النسك معنى النسك العبادة والناسك هو العابد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لكن خص في الشر اسم النسك على مناسك الحج وعلى الأضحية لماذا؟ لأن الخضوع فيها والذل لله أبلغ من غيرها فالذبح لله فيه إراقة الدم فحسب ومناسك الحج فيها من الأمور ما لا تظهر فيه الحكمة كالطواف بالبيت وكحجر يقبل وكحجر يرمى وكالسعي بين الصفة والمروة لأننا خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى فزد شرفاً أيها المسلم وزد فرحاً بأن الله سبحانه وتعالى هداك لهذا الدين دين التوحيد فإذا كان غيرك يتكبد الأسفار ويقطع القفار وينفق الأموال ويشد الرحال لأجل عبادة غير الله لأجل عبادة مخلوق مثله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ويقول الله سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وأنت هداك الله للتوحيد لا تعبد إلا الله ولا تخاف إلا من الله ولا ترجو إلا الله ولا تخضع ولا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى و هذا هو معنى لا إله إلا الله وفي الختام يسن التوسعة على الأهل في يوم العيد وإظهار الفرح والسرور سواء على مستوى الفرد على مستوى الأسرة على مستوى المجتمع على مستوى البلد فإن هذا من شعائر الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وهدى وأن يجعل أفراحنا في طاعته ومرضاته والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله